شاهدت مدينة بلتن حضرت ودي فيرة أعمال الورشة الخاصة برسم الحدود الجغرافية للمراكز الإدارية بالإقليم مناسبة افتتاح الورشة ترأس منذ البنى التحتية بوادي فيرة محمد موسى جمر تقرير الحسين النوريس رسم الحدود الجغرافية للمراكز الإدارية بإقليم ودي فيرة ووضع خريطة تحدث إلى تسريع الخطى حول تنمية المدن والقرى التابعة لوادي فيرة كابلتن ومتى أمزوير وأرادة هو الحدف من هذه الورشة التي جمعت المنادب المكلفين بالتنمية الريفية بالمنطقة وسيتم خلال الورشة مناقشة كافة الجوانب التنموية لحذه المدن والقرى كل على هدى وذلك في إطار السياسة الرامية للتنمية الريفية التي اتغذتها السلطات العليا بالبلاد خلال ترعوسه لعمال هذه الورشة منذب البنية التحتية بإقليم ودي فيرة محمد موسى جمر أكد بأن هذه الورشة تدخل في إطار الخطة الإقليمية للتنمية الريفية مناشدا في خطابه المشاركين تقدم اقتراحاتهم التي تساعد في تحسين العمل من عجل تحقيق الأحداث المخطط لها ومن المؤكد فإن نتائج عمال هذه الورشة ستساهم في تطوير المدن والقرى بإقليم ودي فيرة ترجمة نانسي قنقر